تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا لاستقطاب الاستثمارات المباشرة بغرض خلق الوظائف في السوق المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم نموه نعم هذا ويقوم مجلس التنمية الاقتصادية بدور كبير في هذا الجانب بالإضافة إلى مساعدة الشركات الجديدة على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسة في المملكة وترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد يواصل مجلس التنمية الاقتصادية بالشراكة مع الحكومة والمستثمرين الحاليين والمستقبليين في دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز المناخ الاقتصادي لمملكة البحرين شركاتنا افتحت في البحرين لأن البحرين تتعزز طبعا باقتصاد الحر وعندنا دول مجلس التعاون أننا نقدر نتنقل فيها بسهولة فلما تفتح الشركة هنا طبعا تحتاج الأيد العاملة في البداية ممكن أن يتيب الأيد العاملة معها من الخارج ولكن على الفترة الطويلة تكون مكلفة لأنها تدرب الناس المحليين أو الشعب البحريني على نظام الشركات المنبرع يساعد مجلس التنمية الاقتصادية الشركات الجديدة على الاستفادة من نقاط القوة الرئيسية في مملكة البحرين وترسيخ أسسها بصورة طويلة الأمد آرامي بدأت تأسيسها في سنة 2011 وبدأ المصنع يشتغل في سنة 2012 والحمد لله وصلنا لمرحلة أنه في 2018 قدرنا نضاعف حجم المصنع بكمية الشغل اللي قدرنا نوافره حق دول الخليج وشرق الأوسط فهذه بروحة دلالة على نجاح الشركة في البحرين تستمر العديد من القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التنفسية في البحرين وزيادة الانتاجية وخلق قوة عاملة ماهرة ترجمة نانسي قنقر